الصاروخ الذي نتحدث عنه صاروخ خيبر كما يطلقون عليه قادر على التحليق بسرعة كبيرة للغاية 9700 كم في الساعة الواحدة ضمن الغلافة الجوي خارج الغلافة الجوي 19500 كم في الساعة الواحدة يواجه أي تحديات إلكترونية قادر على المناورة وغيرها الروس يبدو مهتمين كثيرا بمواصفات هذا الصاروخ برأيك مثل هذه الصواريخ هل من الممكن أن تشكل تحديا للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية أو حتى لمنظومة الثادة الأمريكية بالطبع بإمكاني هذلك مسألة ما ندعوه الآن صواريخ فرد صوت فاجأتنا منذ عامين للدول الغربية فهي تطور نظما دفاعية ضدها وهو فعلا مسألة واجهة ما إذا كانت الدفاعات تتمكن تماما الآن من إيقاف أي شيء من هذا القبيل أنا أعتقد بأنه الآن إلى أن يكون هناك قدرات دفاعية كاملة مثالية فإن هذا سيستخلص ضربة استباقية ضد هذه المرافق الصاروخية إذا قامت إسرائيل أو دول أخرى أو اعتقدت بأن إيران على وشك استخدام هذه الصواريخ فأعتقد بأنها استباقيا ستهاجم قبل أن يطلق مثل هذا الصاروخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة